موسيقى أهلا بكم مع ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية مقتربة من عتبة 120 دولار للبرميل الواحد وتوقعات باستمرار صعودها على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا لكن هذا الارتفاع لم يبني عليه العراقيون آمالا كبيرة نتيجة تراكم الديون والفساد الحكومي وسوء الإدارة الحكومية والتخطيط وغموض السياسة النفطية عموما المستشار المالي والاقتصادي لحكومة الكاظمي مظهر محمد صالح كشف أن النفط يشكل 90% من إجمال إيرادات الموازنة العراقية العامة بينما بقيت الإيرادات غير نفطية وأضاف صالح أن موازنة سنة 2021 بنيت على سعر برميل نفط تصديري بـ 45 دولارا للبرميل ويرى خبراء اقتصاديون أن واردات العراق من النفط بعد ارتفاع أسعاره يجب أن توظف لمعالجة مشاكل اقتصاد العراق مثل البطالة والفقر وغيرها لكن السياسة المالية النقدية ما زالت عرضة للتخبطات المبنية على ردات الفعل تجاه كل أزمة تواجه الاقتصاد العراقي كما أن تغول الفساد وسوء الإدارة وغياب التخطيط عوامل تجعل الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط العالمية أمرا مشكوكا به فالفساد المستشري لا يمكن لجمه في ظل طبقة سياسية أو ظل الطبقة السياسية الحالية التي جعلت من الأموال العامة مصادرة لتمويل فسادها عجز ارتفاع أسعار النفط العالمية عن انعاش الاقتصاد العراقي وانتشاله من أزماته المزمنة بسبب الفساد وتشوهاته الهيكلية هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار والتي سنطرح فيها الأسئلة التالية لماذا يجب عدم الإغراق في بناء الآمال العريضة على ارتفاع أسعار النفط العالمية لانعاش اقتصاد العراق أو انتشاله من أزماته المزمنة وكيف تساهم الديون المتراكمة على العراق والفساد وسوء الإدارة والتخطيط وغموض السياسة النفطية في تقويض أي تفائدة مرتجة من ارتفاع أسعار النفط العالمية وماذا يعني اقتصاديا تشكيل النفط 90% من إجمال إيرادات الموازنة العامة في العراق وبقية الإيرادات من مصادر غير نفطية وأين سيذهب فائض الإيرادات المالية بعد بلوغ سعر برميل النفط عتبت 120 دولارا بينما الموازنة العامة العراقية قررته بـ 45 دولارا فقط ولماذا ما زالت السياسة المالية النقدية العراقية في تخبط مستمر ومبنية على ردة الفعل تجاه كل أزمة تواجه الاقتصاد العراقي ضيوف الطاولة رافع الفلاحي هداب فالح الكوبيسي إلى أعلى مستوى له منذ سنوات وصل سعر النفط بسبب تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا خبر يهم بالدرجة الأولى الدول النفطية وخصوصا الرائعية المعتمدة عليه في الميزانية العراق المأزوم بواقع اقتصادي مترد وأزمة مالية تخنق مؤسسات الدولة يترقب مواطنوه نعكاس انتعاش بيع النفط على واقعهم نظريا يمكن ذلك لا يختلف خبراء الاقتصاد فيه لكن على الصعيد العملي ارتفاع سعر النفط أو انخفاضه لا يعني الشعب العراقي في شيء فلقد بنا ذلك على تجارب سنين طويلة بعد الغزو الأمريكي وصلت بها الميزانيات إلى أرقام خيالية أما الواقع فمن سيء إلى أسوأ فالقاعدة المالية عند الطبقة السياسية نفط أغلى يعني فسادا ماليا أكثر الأزمة الاقتصادية التي اشتدت بالعراق منذ بداية كورونا لم يكن انخفاض سعر النفط أنذاك سببا مباشرا لها وإنما كان القشة التي قسمت ظهر البعير وكشف عن هشاشة الخزينة المالية وسوء الإدارة عبر السنوات السابقة وحجم الأموال التي أهدرت ونهبت علاوة على أن كميات كبيرة من النفط كانت تهرب وتباع بشكل غير قانوني يؤكد خبراء اقتصاديون أن المشكلة ليست بالمورد المالي للدولة العراقية وإنما في التصرف بهذا المورد وطرق إنفاقه إيران بهذا المعطى هي المستفيد الأول من أي طفرة مالية في العراق فلا توجد قناة مورد مالي إلا وتصب في خزانة طهران وخصوصا بعد حصارها الاقتصادي صارت تعتمد بشكل أكبر على الموارد العراقية فأي شيء يهم العراقيين في سوق النفط طالما أن عليهم المغرم وليس لهم شيء في المغنم أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي ستبحث في عجز ارتفاع أسعار النفط العالمية على انتشال الاقتصاد العراقي من أزماته ومشاكله المزمنة ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي وستكون معنا من العاصمة الأردنية عمان عبر سكايب الدكتور هداب فالح الكوبيسي الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية مرحبا بالضيفين الكريمين حياكم الله ونبدأ مع الدكتور رافع دكتور أسعار النفط الآن تلامس أو تقترب من عتبة 120 دولار للبرميل على خلفية الحرب في أوكرانيا الغزو الروسي لأوكرانيا وهناك من ربما بنى آمال كبيرة على أن هذه الزيادة في أسعار النفط قد تساهم إيجابيا في انتشال اقتصاد العراق من أزماته تخفف هذه الأزمات ما تنعكس أيضا اجتماعيا في العراق بطالة وفقر وما إلى ذلك لكن الحقيقة ثمت إجماع من الاقتصاديين أنه يجب عدم الاستغراق في بناء آمال عريضة على هذه الزيادة لتعافي أو إنعاش الاقتصاد العراقي لماذا هذا التحذير أو عدم العقد آمال أو بناء آمال عريضة على إنهاء أزمات الاقتصاد العراقي بسم الله الرحمن الرحيم وحييك أستاذ ماجد وحيي ضيفتك الكريمة الدكتور أهداب أهلا وسهلا الحقيقة عندما نتكلم عن الاقتصاد العراقي والدكتور أهداب متخصص ومكن تستفيد في هذا الموضوع أكثر مني بكثير الاقتصاد أي اقتصاد وليس فقط الواردات ليس فقط أن يكون لك يعني مورد معين يأتيك بالأموال وتدخل لك الأموال وتستطيع أن تبني اقتصادا بها الحقيقة في العراق نحن يعني مثل ما يعرف الجميع اقتصادنا غيري نعتمد على النفط وأنت يعني أشرت إليها في المقدمة قلت 90% هي أكثر من 90 ربما 95% وربما 100% تعتمد على النفط اقتصادنا يعتمد على النفط هذه الأموال يعني هذه ليست المرة الأولى التي يصل فيها النفط إلى هذه الأسعار كان وصلها هذا النفط بالسنوات عديدة بعد 2003 والموارد كانت مليارية وكانت الموازنات مليارية ولأول مرة نشهد هكذا موازنات لكن مع ذلك خط الفقر يزداد مساحة الفقر تزداد الذي نتحت خط الفقر يزداد أعدادهم ونسبتهم كبيرة في العراق تزداد البطالة يزداد الخراب يزداد الدمار ويزداد الفساد فبالتالي أنت تحتاج لينعاش اقتصاد نتحدثهم يتحدثون عن عنعاش الاقتصاد وهم تحدثوا عن هذا الموضوع ربما فيما يسمى بالورقة البيضاء هذه الورقة التي ربما دراسها ربما بمئة ورقة غالبية سبعين ورقة تتحدث عن أساس المشكلة شرح للمشكلة وربما ثلاثين ورقة تتحدث عن أماني أو أحلام يمكن تحقيقها لكن لا يمكن تحقيقها في العراق لأنه تحتاج إلى بيئة خاصة تحتاج إلى نظام سياسي وطني يستطيع أن يخدم كل شيء يستطيع أن ينهض يبني سياسة اقتصادية وطنية يبني اقتصادا متحركا سأقول لك شيئا وهو المهم في هذا الموضوع نحن تأتينا الأموال وتذهب إلى الفساد والفساد عندنا أعلى ما يمكن لحد الآن في مؤشرات الشفافية الدولية نحن من بين الدول العشرين الأكثر فسادا في العالم نحن قبل 2003 لحد 2002 نتحدث ربما لحد 2000 عام 2000 كان عندنا 771167 مصنع وورشة متوسطة وصغيرة وربما بال2000 بعد 2000 بشوية صدرت الحكومة في وقت قرار بتخفيض الرسوم القمرقية وإعفاءات القمرقية فازدادت هذه العدد الورش هذه المعامل الصغيرة والمتوسطة إلى ما يزيد عن 80 ألف وفي ذلك الوقت أيضا لحد 2003 كان عندنا 178 ألف مصنع ومعمل سواء حكومي أو قطاع خاص أو أهلي هذه كلها جزء من الصناعة العراقية كانت تنتج للسوق العراقية وكانت الزراعة منتعشة في ذلك الوقت وكانت رغم الاحتصار تحقق اكتفاءا ذاتيا في كثير من المواد وكانت تشكل بالدخل القومي كانت تشكل حوالي 23% من الدخل القومي في العراق الاعتماد على النفط كان باتجاه له للحصار وربما كانت النسبة هذه أكبر لكن في زمن الحصار على الأقل كانت 23% تشكل وهذه نسبة كبيرة الآن لا تشكل شيئا الآن عندما وزير النفط وزير المالية استدعوه قبل قبل فترة قال انه يعني احنا بعدها رفعنا سعر الدينار العراق قللنا سعر الدينار العراقي مقابل الدولار جتنا موارد 23% زادت هذه الموارد ذهبت إلى خزينة وزارة المالية وذهبت إلى تغذية الفساد والخراب لكنها لم تؤدي إلى القضاء عن الفقر القضاء عن البطالة بس إذا سمحت لي لماذا يجب عدم الإغراق أنه هاي الأسعار حتى لوصل برمية 300 دولار لن ينعش الاقتصاد هذا ما أقول لك نحن لدي يعني حتى لو صار مهما كان سعره أنت حتى تبني اقتصاد يجب أن تكون روافق كثيرة مغذية للناتج الوطني يجب أن يكون لديك زراعة يجب أن يكون لديك صناعة يجب أن تصنع شيئا لا أنت مستوردا أنت الآن بلد العراقي بلد مستورد وبلد فساد كامل أنت تستورد حتى يعني نحن كنا نصنع السكر كنا نصنع الإطارات كنا نصنع البطاريات كنا نصنع الأدوات الإلكترونية كل هذه موجودة القطن المنتجات السمنت غيرها كثير في كل الزجاج وعلى كل المحافظات هذه كلها كانت تصب في الناتج الوطني كانت كانت تعطي للسوق قوة الآن لا يوجد إنتاج وطني الآن كل استيراد فأنت تدفع بالعملة الصعبة لكي تأتي وميزان الميزان التجاري بين العراق وبين الدول يساوي صفر بالنسبة للعراق ما الذي يستورد يعني ما الذي يصدره العراق غير النفط لا يصدر شيئا يستورد فقط فبلد مستورد نعم فبالتالي أنت أمام استيرادات وغالبية القوى السياسية الحاكمة للعراق هم يعملون بالتجارة والاستيراد والتصدير لا تحدث دكتور إذا سمعتني عن قضية الفساد وكيف أنه يقوض أي فائدة مرتجات من ارتفاع أسعار نفط دكتورة هداب أولا مرحبا بيتش معنا أهلا مرحبا دكتورة كيف تساهم الديون المتراكمة على العراق داخلية وخارجية الفساد الحكومي متغول سوء الإدارة والتخطيط وحتى غموض السياسة النفطية في تقويض أو نسف أي فائدة مرتجات قد تنعكس إجابا على الاقتصاد في العراق هذه الفائدة المتأتية من ارتفاع أسعار النفط العالمية الآن برميل النفط 120 دولار وهناك توقعات أن يصل إلى 185 دولار لكن الاقتصاديين الحقيقة لديهم نظرة شاؤمية وأن هذه الأسعار مهما كانت لن تنعكس إجابا على الاقتصاد العراقي نعم مساء الخير عليك أستاذ ماجد وعلى ضيفك الكريم دكتور رافع يعني في الحقيقة الموضوع يعني هذا يعني احنا في صدده منذ عام 2003 لحد يومنا هذا نحن في العراق لا نستطيع أن نستفاد من أي فرصة تأتي لنا وخاصة كما ذكرتم في تقريركم أنه الاعتماد يكون كل على النفط يشكل 90% من الإيرادات المعتمدة في الموازنة ويعني الأشياء المرتبطة به بهذا الرقم وبالتالي يعني أيضا ذكرت حضرتك بالسؤال وجود الفساد والديون وإلى آخره لكن هي المشكلة اللي احنا في صددها هو أنه في وقت سابق يعني صرح وزير النفط العراقي في العام الماضي وأشار إلى أنه عندما يصل النفط إلى 80 دولار سيكون هذا جدا مفيد للعراق وبالتالي سوف يحل كثير من مشاكله الاقتصادية وبالتالي سيحقق إيرادا وسيكون العجز المالي بعيدا عن موازنته الآن نحن في صدد ومثل ما ذكرت حضرتك يعني ممكن رح يوصل إلى 120 وخاصة في أرقام اليوم أكيد رح يوصل إلى 120 ولكن مع هذا نحن لم نخطط إلى ماذا سنقوم بهذه الأسعار المرتفعة وبالتالي الاستفادة من هذه الأسعار هذا الرقم اللي احنا بصدد بعيد عن فكرنا بعيد عن تناولنا لأن احنا أساسا الأسس الأولى لموازنة 2022 لحد يوم منه هذا لم تظهر لنا ولم نعرف ما هي موجودات هذه الفقرات في هذه الموازنة وبالتالي أيضا لا زالت العملية السياسية غير مكتملة إلى يوم منه هذا كل من ذلك جعل إلى أنه عدم الاستفادة من هذه الأسعار يعني لو أشرت بالنسبة واشرت حضرتك أيضا لو أشرت أنا أيضا إلى الأرقام المذكورة ك45 دولار لسعر البرميل طيب إذن 45 دولار يعني الإيراد حسب ما ننتج ونصدر للتصدير حوالي 3.5 مليون برميل يوميا يعني في السعر المحدد في الموازنة كان 45 إذن يعني الحصيلة المالية تأتينا 56 مليار دولار ولكن عند وصول حتى تمارد أحسب 120 أحسب عالمية 100 دولار للبرميل الواحد يعني بمعنى أننا سنحصل على 126 مليار دولار وبالتالي هذا الرقم يعني يكفي لإحداث وإنعاش الاقتصاد وبالتالي تحقيق الرفاهية الاقتصادية وحتى نتحول إلى مصطلح اللي هو اقتصاد الرفاهية بمعنى نستطيع أن نحقق استثمارات نحقق يعني تحسين في الدخل الفردي وأيضا أن نعمل على الاستزادة من قيام بالمشاريع الاستثمارية والتخلص لكن هذا يجب أن يتم بعد التخلص من حالات الفساد الموجودة لدينا يعني يشار بهذا الصدد إلى أنه لو قمنا بالتخلص بالفساد 1% لازداد الاستثمار حوالي 4% إذن ليس لدينا خطوات في هذا المجال يعني لا يوجد هناك خطوة صحيحة واضحة في تنفيذ والقضاء على الفساد وليومنا هذا نطالب ويطالب الجميع بالقضاء على الفساد والمفسدين وبالتالي تأتي هذه الفكرة وتذهب وكأنه شيئا لم يكن هذه الأمور برمتها بالتأكيد ستجعل بأننا كبلد في العراق سوف لن نستفاد من هذه السيادة شكرا دكتور دكتور في ظل نظام سياسي قائن يرعى الفساد يرعى الفساد المالي والحكومي ونهب المال العام ميليشيات ومكاتب اقتصادية وما إلى ذلك هل يمكن الحديث عن إصلاح اقتصادي جدي وحقيقي في ظل هذه المنظومة السياسية تحت هذه مظلة هذه الحكومة النظام السياسي عموما يمكن أن يكون هناك إصلاحا اقتصاديا جديا وحقيقيا سيد ماجد يعني بالإجابة السابقة كنت أتحدث عن عدد المعامل والمصانع التي أقفلت هذه كانت تستوعب يعني مع الزراعة الزراعة في تقرير لكونغرس عام 2004 كونغرس الأمريكي يقول 78% من الأراضي صالحة للزراعة في العراق عام 2004 خرجت خارج حسابات الزراعة خارج حسابات الأرض الصالحة للزراعة وهملت بسبب السياسات الزراعية بسبب عدم وجود السياسات الزراعية الحقيقة فبالتالي عدد عدد كانوا يعملون بالزراعة وكانوا يعملون بالصناعة أكثر من 3 ملايين مواطن إلى 4 ملايين مواطن هؤلاء كلهم تحولوا إلى عاطلين وهذه الحكومات تعرف حجم العاطلين الآن حجم هائل وكبير جدا إضافة إلى هذا والحقيقة العملية ما زارت مستمرة دكتور قبل فترة عندما جاءوا بوزير المالية وتحدث عن الدينار وكنت تحدث عن هذا الموضوع في البرلمان قال أنه أنه 60% من المنافذ الحدودية غير مسيطرة عليها هذه المنافذ الحدودية تابعة الميليشيات وهذه يدخل بضايع هم يقولون أنه وارداتها 10 مليار سنويا هذه كلها في جيوب الميليشيات إضافة إلى الميليشيات تسيطر على موانئ عراقية لديها أرصفة لديها مطارات لديها استثمارات ومثل ما قلت غالبية الميليشيات وغالبية القوى السياسية في العراق منذ عام 2003 لحد الآن تعمل في التجارة غالبية قواها الرئيسية تعمل في التجارة والاستيراد هؤلاء من مصلحتهم يرتبطون بإيران ويرتبطون بدول أخرى من مصلحتهم أن يستمر العراق بلداً مستهلكاً فلذلك يجب أن تذهب الأموال باتجاه باتجاه الخارج وتعود ببضايع فاسدة غير فاسدة هذه لا تعني شيء إضافة إلى كل هذا أنت تحتاج إلى نمو الاقتصاد أو لنمو البلد الكامل أن تبني بناء تحتية رئيسية نحن كل البناء التحتية في العراق قد دمرت انتهت طوال هذه الساعة السنة دمرت كل البناء التحتية أنت بحاجة لإستثمارات عالية جداً وأموال كبيرة جداً مهما زادت لكي تعيد البناء التحتية وتبني مصانع وطرق وكهرباء تغذي المصانع اللي كي تستوعب هذه الطاقات العاطلة عن العمل تشجع تقلل من نسبة الفقر البنك الدولي في آخر تقرير إلا في أحد التقارير يقول أنه 13 ملايين عراقي 13 مليون عراقي ما يقرب من 13 مليون عراقي دخلهم اليومي لا يزد عن 2 دولار بمعنى أقل من 3000 دولار أقل من 3000 دينار استكان الشاي هذا في العراق بألف دينار استكان الشاي فعندما يكون المواطن دخله أقل من 3000 دينار ماذا يشتري بها إذن عندما نقول أنه 13 مليون عراقي يأكلون من المزابل فهذه حقيقة ليست باطلة هذه جزء من من تركة هذه 11 سنة من هذا الخراب الدمار هل بالإمكان أن ترتفع بهذا المستوى وتنهي كل هذا وتبني صناعة وزراعة واقتصاد متطور وإنتاج وتنافس السلع القادمة من الخارج وتوقف الدعم الخارجي وتؤكد دعمك للبضاعة العراقية المنتج العراقي هذا كل غير موجود في العراق إذن السياسة في العراق سياسة اقتصادية غير موجودة السياسة العامة غير موجودة السياسة العامة تخدم مصالح أحزاب وتخدم مصالح قوة وفئات معينة هي التي تقود البلد فبالتالي لا يمكن بناء اقتصاد وطني ينهض بالعراقيين بل سيزيد الفقر وخارطة الفقر تزداد وخارطة البطالة الكبر نعم دكتورة هداب مستشار الحكومة المالي والاقتصادي يتحدث أنه 90% يعني أنت حضرت أشرتي 90% من إيرادات إجمال الإيرادات في العراق أو إيرادات الموازنة العامة العراقية الحقيقة تأتي من النفط وبقية الإيرادات من مصادر من منافذ أخرى غير نفطية من وجهة نظر اقتصادية ماذا يعني هذا 90% من الموازنة تأتي من النفط نعم يعني أولا بشكل عام وبشكل تحديدا بما يعني 90% أن هذه الموازنة تعتمد على سلعة واحدة وبالتالي لا يوجد لها اعتماد وكما أشار الدكتور الرافع أنه لا يوجد هناك لا قطاعات زراعية ولا قطاعات صناعية ولا خدمية ولا أي شيء من هذا القبيل يعمل في البلد وبالتالي فأنت دائما محكم بأسعار النفط بالانخفاض وبالارتفاع ولذلك نقول دائما أننا يجب أن نقتنص الفرصة عند زيادة أسعار النفط وبالتالي يجب أن نعمل على تحقيق سياسة نقدية صحيحة مالية بأن نستهدف بوضع موازنة هذه الموازنة يجب أن تكون يعني لا هي ثابتة أو جامدة كما يطلق عليها أو كما نقوم به في العراق وإنما تكون الموازنة مرنة حتى نستطيع أن نتماشى مع أسعار النفط لطالما أننا محددين بتسعين بالمئة من الإرادات هي تأتينا من النفط إذن نحن نستطيع أن نخرج عن هذه الدائرة إلى حد يومنا هذا لم نستطع دعوني أسألك قبل أن تمضي في الشرح الموازنة سعرت النفط أو احتسبت سعر برميل النفط على 45 دولار ماذا لو أن أسعار النفط لسبب ما هبطت إلى مستويات قياسية في منتصف الثمانينات برميل النفط وصل إلى ستة أو ثمانية دولار الحكومة ماذا ستفعل لو أن برميل النفط هبط إلى 10.15.12 دولار للبرميل نعم نعم أشكرك أستاذ ماجد على السؤال يعني إحنا يمكن نقدر حضرتك نطيت المثال بالثمانينات نقدر ننطيع عن عام 2020 في عام هذا العام الذي كان فيه إغلاق تام وكوفيد 19 كان واضح في هذه الفترة وبالتالي أدى هذا إلى خفاض أسعار النفط حتى إلى أصبح بالسالب يعني أصبح المنتج لا يجد له من يشتري النفط وبالتالي هو يطلب منه أو يعطيه حتى المال في بعض الأحيان حتى بس لأنه يأخذ منه النفط وبالتالي لأن لا يوجد هناك تخزين له إذن ممكن نعم ممكن أن ينخفض وممكن أن تحدث مثل هذه الأشياء يشار إلى أن النفط سينخفض في العام القادم أو بعد أن يصل هذا السعر إلى 100 دولار سينخفض في الفترة القادمة وبالتالي انخفاضها في الفترة القادمة أيضا سيعيق من عملية التنمية الاقتصادية والسياسة النقدية في العراق وبالتالي ستعود الأمور إلى ما كانت عليه هنا يجب أن نفكر أننا نحن الآن في حالة من الرفاهية لا تأتي على البال وبالتالي ممكن أن نوصفها بالخيال إذا في حالة انخفاض أسعار النفط وكما ذكرت حضرتك في الثمانيات وصلت إلى 8 إلى 12 دولار وأنا أقول أيضا في 2020 وصلت إلى أقل من ذلك ولم يستفاد العراق من هذه الإرادات المستحصلة إذن نحن ندور في دائرة مغلقة وهي هذه مشكلتنا الأساسية مشكلتنا الأساسية أننا لا نستطيع أن نعمل على القيام باتخاذ قرار هذا القرار يجب أن يكون مرن وبالتالي يجب أن نعلم أننا ممكن سائرين إلى انخفاض سنتحدث عن استمرار السياسة النقدية العراقية في حالة من التخبط المستمر وعدم مضوح الرؤية أو وضع برنامج أو خطة على الرغم من مرور 18 أو 20 سنة من عملية التغيير نتحدث عن هذا وأيضا بقية نقاط هذه الحلقة بعد الفاصل أستأذم منك ومن الدكتور رافع ومن المشاهدين الكرام نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة من طاولة حوار بقوا معنا ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي تبحث في عدم التفاؤل أو بناء أي آمال كبيرة على ارتفاع أسعار النفط العالمية في إنعاش الاقتصاد العراقي أو تعافي أو انتشاله من أزماته المزمنة ضيوف طاولة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور هداب فالح الكوبيسي دكتور رافع ما الخطوة الأولى المطلوبة حتى يجب أن تطلق حتى يقال أنه فعلا عجلة الإصلاح الاقتصادي قد دارت أن هذا المشروع قد بدأ وعلى المجتمع أن ينتظر ثماره ونتائجه الإيجابية الخطوة الأولى ما هي؟ اقتصاديا سياسيا أستاذ ماجد الخطوة الأولى تتعلق بالنظام السياسي أن ينشئ نظام سياسي جديد في العراق نظام وطني له رؤية وطنية له قدرة على بناء سياسة اقتصادية تنموية وطنية قادرة أن تستوعب البلد قادرة أن تقدم البلد هذه غير موجودة فبالتالي نحن لدينا سياسة فوضوية وسياسة اقتصادية تابعة لها فوضوية أيضا غير مفهومة وغير صحيحة الآن لا يستطيع أحد أن يقول لي هل سياستنا سياسة سوق سياسة يعني اقتصادية أقصد هل هي سياسة سوق هل هي سياسة اشتراكية هل هي مختلطة ماذا رئيس مالية رئيس مالية نوع 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 سياسة لا أحد يعرف يعني الحقيقة فوضوية لا أحد يأتي النفوط نبيع النفوط وتأتي الأموال وتدخل عجلة الفساد وإذا ما عندنا الاستثمار خلال ساعة سنة لم تعمل الدولة على وضع أموال في الاستثمار وتنمية الاستثمار وتنمية الصناعة والتجارة والزراعة وبالتالي تخلق روافد تعين الدخل القومي هذه لم يحصل الحقيقة لم تحصل فبالتالي نحن من سيء إلى أسوأ واقتصادنا عبثي فيه تشوهات كثيرة فيه أخطاء كثيرة لا يمتد شيئا وبالتالي نحن نعتمد على سلعة نحن لا تحكم بسعرها سلعة قابلة تغيير سعرها في كل وقت إضافة إلى هذا كل الدراسات الآن دولية كل الدراسات في العالم المستقبلية مستقبلية تشير إلى أن النفط سلعة ستنتهي نعم ناضبة العالم لن يعتمد عليها خلال العشر سنوات الأخرى غالبية دول العالم ستتحول إلى مصادر للطاقة النظيفة غير النفط والآن كثير من الدول الآن تستخدم السيارات الكهربائية العجلات هذا كل جزء من التهيئة المستقبل جديد تولي الطاقة من الرياح من المياه من الفاير نعم فبالتالي نحن سعر النفط هذا سينخفض سينخفض بالتالي نحن لم نحسب حسابنا للمستقبل يعني بالحاضر نبدته بالفساد لم نحسب حسابنا الدول كثيرة يعني عدها النفط تستفاد من النفط وتبيع عن النفط لكن شكلت صناديق ما يسمى صناديق المستقبل توفير توفر بيها وإضافة إلى عدها فقرات في موازنتها الاستثمار تستثمر في غير اتجاهات وكل هذه تدر عليها وتعطي فرصة للأجيال القادمة لكي تعيش وتنمو وتزدهر ولديها خطط تنموية هذه ليست لدينا بالتالي نحن نعيش زمن عشوائي زمن فوضوي لن يجدي لن يوصلنا إلى شيء ونحن نتحدث عن اقتصاد ومفهوم الاقتصاد في العراق غير موجود يعني نتحدث عن كلمة اقتصاد نقول عن الاقتصاد ومفهوم الاقتصاد في العراق غير موجود نحن لدينا سوق ليس أكثر سوق مفتوح والكل يعني تسرق منه وتفسج به والعراق تحول إلى بلد مستهلك والشعب العراقي تحول إلى بلد مستهلك نعم والثلاثة أرباع العراقين الفقراء وعاطلين عن العمل والاقتصاد لا يمكن أن ينهض بهذه الطريقة ولا يمكن أن ينهض بوجود سياسة تعتمد على أحزاب وميليشيات وقوى ترهن إرادتها للخارج وتعمل على رعاية الفساد واضح وخدمة الفساد دكتورة هداب يعني أحد الاقتصادين العراقيين قال إن واحدة من أعظم وأبرز وأهم مشاكل الاقتصاد العراقي هي أن السياسة النقدية العراقية تعتمد على حجم الإنفاق غير المسؤول والموازنات التشغيلية فقط ممكن حضرت تشرحينا هذه النقطة أكثر نعم يعني لاحظ أستاذ ماجد هذا البناء الممنهج للموازنة اللي هو مأخوذ بشكل تقليدي في بناء الموازنات وبالتالي من جهة ومن جهة أخرى الاعتماد هذا الاعتماد المرفه بعدم المحاولة التعب والبحث عن مصادر جديدة أو توسيع الاقتصاد وبالتالي تنويعه إلى آخره يعني جعله من أنه نضيف إلى طبعا الفساد وبالتالي سؤال الإدارة وإلى آخره اسمحيني بالله حتى لايفا من المشاهد أن هناك رفاهية بالعراق إيش تقصدين بالاقتصاد المرفه نعم نحن نقصد كيف يصل إلى الاقتصاد المرفه لو اتخذ سياسات نقدية وليس أنه هو اقتصاد مرفه يعني بمعنى أننا في هذه الحال والأحوال اللي احنا موجودين الآن بيها كان يجب كما قلت في البداية كان يجب اتخاذ سياسات صحيحة ولكن أحب أن أعرج على فتنقطة أساسية مهمة أستاذ ماجد حتى لا يظل الموضوع يعني يدير بين يدار ما بين الفقر والبطالة وإلى آخره يعني خلي شوي يعني نوسع نقطة أساسية نفهم من وراء زيادة أسعار النفط ماذا كانت النتيجة أو كيف تعامل حتى المجتمع الدولي معها وبالتالي كيف تعامل العراق معها يعني لاحبوا أنه احنا بارتفاع أسعار النفط وذكر أستاذ دكتور رافع أن الطاقات البديلة أنه استخداماتها ستكون في المستقبل لاحبوا أنه هنا طاقات البديلة لم يكن لها دور عند ارتفاع أسعار النفط دلالة إلى يومنا هذا أن الطاقات البديلة لم تأخذ لها حيزا كبيرا في الاقتصاد هو الدكتور بسمعليك الدكتور أشار إلى المستقبل المستقبل نعم لكن نحن سائري قدما في هذا الموضوع يعني هناك السيارات الكهربائية تسلا وهناك طاقة الرياح وهناك كثير من طاقة شمسية كثير من الطاقات البديلة تحديدا التي مستخدمة في وقتنا الحاضر ولكن لم تستطع أن تحل محل النفط عند ارتفاع أسعاره هذه نقطة جدا مهمة يجب أن نركز عليها وبالتالي يجب أن نفكر من المستفيد من ارتفاع أسعار النفط يعني أنا أشرت أن العراق لم يستفيد من أسعار النفط ولم يبني موازنته وبالتالي أنه يجب عليه أن يضع سياسة نقدية جديدة نعم هذا الكلام جميعنا على علم به ولكن يجب أن أنظر إلى الدول الأخرى ماذا فعلت عند ارتفاع أسعار النفط البعض يشير إلى أنه الولايات المتحدة الأمريكية ستتأثر بارتفاع أسعار النفط وبالتالي التضخم سيزداد وفعلا تضخم 7% وما محدود بالنسبة لولايات المتحدة تقبل بـ 2% ولكن استفادت من ارتفاع أسعار النفط في إنتاج النفط الذي النفط الصخري لأنه ما يمكن لها أن تعمل على إنتاج هذا النفط إلا عندما ترتفع الأسعار لأن أقلش كل فتاة تقوم بين 50 إلى 60 دولار إذن هناك دول مستفيدة من هذا الغرض وبالتالي تحقق من ورائه شيء ليس كما هو حالنا إذن سياساتنا اللقبية وبالتالي رؤيتنا ارتفاع أسعار النفط الآن الجنوني أو شبه الجنوني والتوقع بأنه قد يصل برميل النفط الـ 185 هذا مرتبط بظرف آني الآن هناك حرب من أكبر المصدرين للنفط والغاز روسيا على أوكرانيا يعني ليس سعرا بهذا الارتفاع ليس سعرا مستداما واني أخافك بهذا أستاذ ماجد لو نرجع إلى شهر الـ 12 وشهر الـ 11 2021 كان هناك رؤية واضحة جدا في مسألة ارتفاع أسعار النفط ولم تكن حاضرة الأزمة الأوكرانية وبالتالي ارتفاع أسعار النفط كانت مجموعة من عوامل جيو اقتصادية وجيو سياسية وجيو تقنية وأدت إلى شحف الإمدادات بشكل عام وقل المعروض النقدي وبما أن استهلاك الدول ازداد بعد الانفتاح بعد ما مررنا بفترة الإغلاق يعني العالم الآن يستهلك في 2022 سبعة وتسعين مليون برميل يوميا بالمقارنة مع 2021 يستهلك واحد وتسعين مليون برميل يوميا إذن هذه الفجوة اللي هي ستة مليون برميل يوميا هي التي أثرت الأزمة الأوكرانية في حقيقة الأمر جاءت مع هذه العوامل جاءت عوامل اقتصادية على أنه الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تضع بعض العقوبات على الروسيا وبالتالي هنا جيو سياسي يستفاد منه من العوامل الاقتصادية اللي هي جيو اقتصادية وبالتالي الجانب الفني المهم الذي أدى إلى ارتفاع أسعار هو عدم عرض نفطي من قبل روسيا وهذا السبب كان بالدرجة الأساس وليس في الفترة الحالية يعني هذا جاء الأزمة الأوكرانية بالنسبة لمحللية أسعار النفط جاءت تحصيل حاصل وبينت وأعطت صورة أن الأزمة الأوكرانية هي التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط ولكن في حقيقة الأمر أن أسعار النفط ارتفعت أو كانت سترتفع وهي فعلا قد بلغت المائة قبل الأزمة الأوكرانية أو 95% للوعد أشكرك دكتور رافع هذه الأموال الفرق بين 45 دولارا في الموازنة والآن 120 دولارا هذا الفائض الكبير الهائل من الأموال يعني أين سيستقر؟ يعني الحقيقة يعني ألن يساهم ألن يساهم بشيء من تخفيف هذا يعني هذه المأساة أو الأزمة أزمة البطالة والفقر والبطالة والعوز الكبير في العراق ألن يوظف جزء من هذا الرقم الخيالي الفلكي لحل هذه المشاكل؟ طيب قبل هذا عندما رفعوا سعر الدولار مقابل الدينار خفضوا سعر دينار مقابل الدولار نعم الأموال التي استحصلتها هنا ذهبت قال وزير المالية كل 23% دفعوا المرتبات الموظفي القطار عام المتقاعدين دكتور هكذا يقولون طيب هذا كل جزء من عنده وقبل ذلك كانت في سنوات أخرى وصل البرميل النفط إلى 110 و120 أيضا في زمن حكومة المالكة نعم ولم تفعل شيئا نحن لذلك أنا أقول نحن نفترض الحديث عن اقتصاد في العراق وهو ليس هناك يعني ليس هناك ملامح الاقتصاد ليس هناك إطاراً اقتصادياً في العراق وكل الحديث عننا الحقيقة هناك تضخم هناك سياسة فوضوية هناك عبثية كل هذه تجمعها وتقول عنها بهذا الشكل لكن بالتالي أنت أمام يعني لا نناقش لماذا ارتفع سعر النفط لا يعني هذه قضية لماذا ارتفع سعر النفط قد يرتفع وقد ينخفض لأسباب سياسية وأسباب كثيرة وهناك من يلعب بهذا الموضوع وهناك قوى عالمية تستطيع أن تضغط بهذا الاتجاه ترفع السعر وتخفض السعر ليس هذا هو لكن المشكلة الأساسية أنه احنا بارتفاع النفط هذه الواردات المليارية التي تأتي أين تذهب هل ستذهب إلى جيب المواطن العراقي إلى استثمارات إلى ما تسميه الدكتورة سياسة الرفاهية أو بهذا الشكل أو العراق يبدأ ما العراق حتى يكون مترفه يجب أن تكون له قاعدة طبيعية استخدمت الرفاه الاقتصادي نعم والرفاه الاقتصادي هذا نتيجة لقاعدة عريضة من البنى التحتية من القوى العاملة والعوامل التي تدفع بالرفاه الاقتصادي لا يمكن أن تحقق الرفاه الاقتصادي على أرض جرداء كل البنى التحتية محطمة فيها مدمرة فيها فيها فساد فيها خراب أنت يجب أن تقضي على الفساد تعيد بناء البنى التحتية تؤسس لركائز معينة الاقتصاد وبالتالي أنت تبني الرفاهية تقلل الفقر تقلل البطالة تبني مصانع تنشط التجارة هذا كل جزء من عنده وتستفيد من الأموال التي تأتيك من النفط مثل ما تحدثت قبل قليل قلت أن هناك دول كثيرة الآن تضع صناديق للمستقبل هذه تضع بها أموال للأجيال القادمة وتستثمر في اتجاهات أخرى في الطاقة البديلة في غيرها تستثمر نحن هذا غير موجود عندنا لأنه باختصار شديد مثل ما قلت ليس لدينا سياسة اقتصادية ليس لدينا إطار سياسي لأن ليس لنا سياسة عامة وطنية منطقية طبيعية غير فوضوية خلصت الدكتور أسمعك النقطة قريبة من هذه النقطة دكتورة هداب يعني على الرغم من المرور تقريبا عشرين سنة على التغيير السياسي في العراق الاحتلال الأمريكي في 2003 لكن لحد الآن ما زالت السياسة النقدية العراقية في تخبط مستمر ومبنية على ردات فعل وليس المبادرة ليس هناك خطة استباقية تحسبية لأزمات قد يواجهها الاقتصاد العراقي في عالم طبعا متغيير سياسيا وقتصاديا في كل أزمة هناك ردة فعل وحتى ردة الفعل ليست ناجحة أو ناجعة في حلولها هذا التخبط المزمن لمن؟ نعم يعني أولا بس حتى أوضح هذا التخبط لمن؟ أو لماذا هذا التخبط؟ أو كيف كان في السياسة النقدية من 2003 إلى يومنا هذا؟ لكل شخص أكيد وجهة نظر يعني قد نلتقي أو نختلف في بعض الأحيان أنا أختلف في مسألة أنه لا يعنينا سعر النفط أنا كمتخصصة في هذا المجال أنا يعنيني سعر النفط ويعنيني أنه أشاهد كيف الأمور ستسير وبالتالي أن أعمل على دراسة هذا الموضوع رياضياً تنقوئياً حتى أستطيع يعني دكتورة اسمعي لي دكتورة يعني أنا كمجتمع كمواطن عراقي أنا المهم علي بالنتيجة النهائية أكون سعر 120 دولاراً وأنتظر أن ينعكس إيجاباً علي كمعيشة كرفاهية كبنة تحتية كخدمات وما إلى ذلك المتخصصين لا أكيد معنيين ومهتمين والأمر في دارة اهتمامهم والسياسيين طبعاً ومن يرسم السياسة طبعاً الاقتصادية في أي بلد نعم أكيد هو أنه هنا داري ذأجي أقول أنه إحنا يعني كأشخاص يعملون على رسم السياسة الاقتصادية النقدية تحديداً ومن خلال إيرادات النفط اللي ذكرنا 90% هي من إيرادات تأتي من هذا المورد يعني أولاً هو بالتأكيد حتى أصل إلى رفاهية المواطن واقتصاد الرفاهية يجب أن يكون عندي نظرة عميقة وبالتالي يجب أن نعرف ماذا سيحدث في المستقبل المشكلة لدينا أننا لا ندرس المستقبل لا نعرف ماذا سيحدث وبالتالي نعمل أو نستفاد من الأشياء في وقتها في ذلك الوقت وبالتالي أيضاً لا نستطيع أن نضع خطة طويلة الأمد إلى الآن من 2003 لحد يومنا هذا لم نسمع أن العراق قد وضع خطة طويلة الأجل لمدة أكثر من خمس سنوات وحتى السياسات أو استراتيجيات هذا التخبط أو الفشل في وضع سياسة نقدية مستقبلية بنظرة مستقبلية مبنية على نظرة مستقبلية أو تقييم أحصاءات تعتقدين أنه مشكلة سياسية لو هناك قصور في راسمي في العقليات الاقتصادية أو المتخصصين أين المشكلة تعتقدين؟ يعني هذه المشكلة شكلياً المشكلة نعرف كلنا يعلم أن السياسة بالعموم في العراقية غير متوازنة هذا من جهة من جهة أخرى راسمين السياسة الاقتصادية يعني أصبحوا الآن يجب أن تتغير أفكارهم أو يجب أن يجدوا أمامهم من يستوعب ما يقولون يعني احتمال هم يوجهون شيء ولكن يكون هناك تطبيق شيء آخر يعني إحنا لدينا خلل في البنية السياسية والاقتصادية ككل وليس في جانب واحد حتى أحقق شيء للمواطن يجب أن أجيب أشخاص هؤلاء الأشخاص يكون كفوئين يكون بمعنى صحيح بمعنى التقنقراط التقنقراط ليس هو كل من حمل شهادة الدكتوراه أو أنه يعني يفهم كيف يتعامل مع الحدث كيف يستطيع أن يأخذ البلاد إلى مكان آمن وبالتالي يحقق سعادة المواطن ورفاهيته إلى الآن لم نجد مثل هذا التطبيق موجود من 2003 إلى يومنا هذا وهذا هو سبب الخلل كل في العملية سواء كان من جانبها السياسي أو من جانبها الاقتصادي وبالتالي اجتمعت معها السياسة النقدية وارتفاع وانخفاض أسعار النفط ونحن والجميع متأرجح بين هذا وذات ولا يوجد هناك شيء تبات نستطيع أن نعتمد عليه هذه هي مشكلتنا مشكلتنا في وجود الأشخاص الذين يعملون على التخطيط حتى يستطيعون أن يحققوا للمواطن شيئا ما هذا شيء ما موجود إذن لا نفكر برفاهية المجتمع ورفاهية الاقتصاد وإلى آخره إذا أنا عندي الشخص الذي يشتغل ما يعرفه يشتغل إذن أنا كيف أفكر بالنتائج الأخرى؟ أحسن أنه يجب أن أفكر بالأساس أغيره بالتغيير الجذري بالبنى كلها البنى الهيكلية التي تخص العقلية الموجودة وبالتالي هذا طبعا لا يحدث بشكل بسيط إنما تحتاج إلى فترة زمنية حتى نستطيع أن نحقق السياسات المتوازنة دكتور هذه الزيادة الكبيرة في أسعار النفط لو أنها استثمرت بشكل علمي واختصادي ونزيه في العراق كيف ستنعكس على المجتمع على البطالة على الفقر على العوز كيف ستنعكس لو أنها استثمرت بضمير وطني حقيقي أكيد بالتأكيد إنها ستقلل خارطة الفقر ستقضي على نسبة الفقر ستقل كثيرا البطالة ستقل هناك أعمال هناك اتجاهات معينة حتى مجتمعيا يعني أنت الآن في العراق عندما تحدث عن العراق الذي كان خاليا من المقدرات والآن يعني مركز لتصدير المقدرات وتعاطي المقدرات هذا جزء من عنده من البطالة من العطال عندما توجه إلى العمل هذه غالبية هذه المشاكل الاجتماعية غالبية هذه المشاكل للتعود إلى الفقر إلى البطالة ستقضي عليها بالتالي أنت كثير من مشاكلك ستقضي عليها وتذهب إلى بناء مستقبلك إلى بناء حاضرك ومستقبلك ستطور التعليم ستطور الصحة هذا كل جزء من استثمارك الأموال لكن هذه لا تحدث دعني أسد سؤال آخر دكتور نعم بلاس خارت في آخر إحاطة في مجلس الأمن الدولي قالت أن انفجارا شعبيا مكبوتا في العراق قد ينفجر في أي لحظة وهذه ارتفاع أسعار النفط فرصة مؤاتية وسانية على الطبقة السياسية لتهديئة أو تبريد أو تخفيف هذا الانفجار الشعبي المكبوت استثمار هذه الزيادة هذا الانفجار الذي إذا منفجر الحقيقة لن يوفر أحدا لماذا هذه الطبقة لا تستثمر هذه الفرصة بجزء من هذه الأموال وتخفيف حالة الاحتقان الشعبي ما هو جزء من تفكير هذه الطبقة لذلك أنا أقول أنه لا يمكن أن تبني اقتصادا ينتج شيئا كبيرا إن لم تكن السياسة العامة سياسة رصينة وسياسة وطنية خوفا على أنفسهم على الأقل هم لا يفكرون بهذا هم يعتقدون هم فيه مأمن هذا الجزء من عنده هم حتى لو هذه الزيادة كيف يفكرون اقرأ التصريحات نوزع براميل نفط على المواطنين نزيد الحصة التموينية في شهر رمضان هذا الحديث الذي يجري هذا لا يبني اقتصادا لا يبني بلدين لا تستطيع أن تقضي على الفقر عندما توزع حصة تموينية هذه جزء من عنده عندما توزع حصة تموينية على المواطنين في شهر رمضان تزيد الحصة التموينية أنت قضيت على الفقر وقضيت على البطالة هذه جزء من تفكير عميق سياسات اقتصادية سياسات تتخلق صناعة فرص عمل فرص استثمار فرص تشجع بها المنتوج الوطني تدعم المنتج الوطني تدعم الانتاج الوطني هذه كلها غير موجودة فبالتالي أنت الفكر الذي يتحرك في ظل هذه المظلة اللي يسموها اقتصادية فكر كسيح لا يمكن أن تتعامل معك فكر اقتصادي يبني بلداً ويبني اقتصاداً جيداً يقوم بالبلد ويبني خطط تنموية قصيرة المدى وطويلة المدى لأن السياسة العامة المظلة العامة التي يستظل بها الاقتصاد غير موجودة فوضوية مخربة مدمرة وراءها عقول وراءها قوى وراءها أحزاب لا تخدم البلد ولا تريد للبلد النقوة هذه هي حقيقة شكراً دكتور رافع شكراً دكتور رافع ضيفنا هنا في الستوديو الكاتب الباحث السياسي وشكراً لأيضاً ضيفتنا من عمان عبر سكايب الدكتورة هدى فالح الكوبيسي الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية وكان معنا في حلقة الليلة من طاولة حوار والتي بحثت في عدم أو عجز أسعار النفط العالمية على إنعاش أو تعافية الاقتصاد العراقي المثقل والمكبل بالأزمات الكثيرة كما أشكركم مشاهدين الكرام وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله اشتركوا في القناة